ليس ضرباً في الودع، وإنما هو رد سريع على أي مجرم تسول له نفسه أن يقطع سيل المعلومة. القبض على مجرم التهريب، وأي تهريب في زمن السرعة وتطور؟ إنه تهريب الإنترنت، وهنا تهرب السعات خارج العراق أو تدخل خلصة على يد متنفذين. الدعم الكبير من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح لعملية الصدمة يأتي على رأس أولويات إنجاح العمل المنضبط وحفظ ماء وجه القانون. في ديالا ونينوا والسليمانية، تكتمل مسيرة الصدمة صادمة كل أبراج الفساد لتسقط على رؤوس المفسدين. وزارة الاتصالات وبكامل فريقها مستمرة في تطبيق نهج الصدمة، كعملية وخطة عمل تسعى إلى ربط الحبل بين المستخدم والشبكة بشكل آمن وسهل ومتواصل بغية تحقيق أجود خدمة للعراقيين. عمليات الصدمة بدأت في جميع قواطع محافظة ديالا بتعاون كبير بين جميع الجهات، حيث أخذت على عاتقها تغطية الجانب الأمني للوصول إلى المهربين الحقيقيين لينالوا جزائهم العادل وفق القانون. في الجهة المقابلة، فإن المطلوب من المواطن بحسب توجيهات وزارة الاتصالات، هو ضرورة الإبلاغ عن أي عملية تهريب للسعات لكي يتم كشفها ومكافحتها للحفاظ على الأمن الوطني والاقتصاد العراقي.